اشتركوا في القناة طبعا ربما الكلام لن يعجب بعض النساء ولا ربما يعجب بعض النساء لكني انا اجزم انه سيعجب جميع الرجال الا يشاء الله ماذا يريد الزوج بداية حق الزوج استحاله ان تعطيه الزوجة مئة بالمئة حتى لو سجدت له لان الشرع نهاها ان تسجد لغير الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت اامرا احدا ان يسجد لاحد لأمرت النساء ان يسجدن لازواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق يعني المرأة لو سجدت للزوج مع احترامي طبعا لو لا نشرناهاهم لن تعطي ايضا حقه اذا الزوج حقه عظيم هذه نقطة وقال صلى الله عليه وسلم لو امرت احدا ان يسجد لاحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظيم حقه ولا تجد امرأة حلاوة الايمان حتى تؤدي حق زوجها قال صلى الله عليه وسلم لن تجد امرأة حلاوة الايمان حتى تؤدي حق زوجها اذا الشرع يعطيك بيّن انك لن تعطي حق الزوج مئة بالمئة لكن سددي وقاربي بداية لا تكون الزوج يريد تزوج يعني الزوج لماذا يتزوج يبحث عن السكينة يعني انت تقول حتى الان في عرفنا يقول والله يعني الحمد لله نريد هذا الشاب ان يعقل وان كذا فنريد ان نزوج لان الشاب متما تزوج وجد السكينة قال تعالى ومن آياتي ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها يعني لما الرجل يتزوج يريد طمأنينة يبحث عن سكينة يبحث عن وقار فإياك أن تكون مقلقة للزوج بين قوسين لا تكون لغما بمعنى تنتظرين عليه كلمة كأنك قنبلة موقوتة كوني له سكينة واضح إذا أنت كنت له سكينة أتيتي بسبب من أسباب الزواج لأن أول سبب من أسباب الزواج ألا وهي السكينة قال تعالى ومن آياتي ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها فأنت لا تكون مقلقة للزوج لا تنتظريه وتتربص له على كل كلمة وين أخطأ كوني له سكينة ثم عاتبيه بسكينة واطلب ما شئت منه بسكينة أيضا كوني رقراقة لطيفة مع الزوج يعني لا تكوني عسكري بين قوسين يعني اجعل الزوج لما يراك يشعر أنه يرى امرأة حينما يتكلم يتكلم مع الجنس الناعم يتكلم مع الأنثى فكوني رقراقة لطيفة مع الزوج لأن الله عز وجل ماذا قال وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً فيجب أن تخرج منك المودة والرحمة حتى يبادلك ماذا الزوج فإذا أنت لم تعطيه المودة ولم تعطيه الرحمة استحال مئة بالمئة أن يعطيك إياها لأن الله عز وجل قال وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ أي بينك وبين الزوج المودة والرحمة لهذا تفقديه كوني لطيفة تفقديه في منامه حينما يستيقظ في طعامه في شرابه في هندامه لا تنغصي عليه النوم لا تجعله يشعر بالجوع لا تكثير من الشكوى بعض النساء لا يخطر على بالها أن تقول للزوج أن فاتورة الهاتف أو الكهرباء قد جاءت إلا عند طعام الغداء قبل أن يبدأ بالطعام وبعضهن حينما يأتي الزوج لينام تسرد له قصة ألف وليلة وليلة عن مشاكلها أو عن مشاكل أبنائها اختار الوقت المناسب لا تكوني مصدر قلق للزوج وكوني له سكينة أيضا الزوج ماذا يريد؟ يريد من المرأة أن تبقى دائما جميلة أن تتزين له يعني لا تجعله حينما يدخل دائما يراكي في ملابس المطبخ السكين في اليد اليمنى والبصل في اليد اليسرى السكين في اليد اليمنى والطفل المسكين في اليد اليسرى كأنه يدخل معسكر جيش فأنت لا يريد أن تتزين عينه لأن الزوج الآن بصراع عظيم لما يخرج الخارج يرى نساء يتزين يتطيب وأمر بغض البصر لكن كيف لو غض البصر مئة بالمئة لما وصل إليك لكن فلا أنت اجعله ينظر إليك بزينة النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك بالكحل عليك بالكحل فإنه أزين الزينة هذا الكحل من آخر مرة اكتحلت للزوج متى؟ أعلم في 1904 لكن عليك دائما أن تكتحلي النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنه أزين الزينة هذا الكحل التي أنت تتساهلين به يجذب الرجل بطريقة لا توصف زوجك لهذا كوني دائما مصدر جمال له حينما يراك يتذكر كل شيء لهذا النبي صلى الله عليه وسلم المسؤل أي نساء خير قال إذا نظر إليها أسرت يعني لما يكون جالس فينظر إلى زوجته يبتسم لا يتذكر السجون ولا حوادث السير ولا يتذكر المصائب ولا الزلازل ولا السونامي يرى الجنة هذا الذي يريده الزوج أيضا الزوج يحب من يخدم واضح؟ يعني بمعنى آخر كيف يخدم يعني إذا طلب شيء أريد ماء يا أم فلان يا ماري تنادي على الخادمة ماء بابا حق بابا لا يريد هذا الزوج هو يستطيع أن يطلب من الخادمة إذن الله نستعاني يوجد تعليقات زين إذن الزوج يحب من يخدم واضح؟ لا تظن أن الزوج يريد الخادمة أن تخدم يريد منك أنت لهذا آخر مرة أنت آخر مرة فكرت أنك أسعفت الزوج في الخدمة طلبت الزوج في الخدمة أنك أنت بادرت في الخدمة لماذا الزوج مسكين أحيانا أصبحت الخادمة عنده كل شيء مفتاح السيارة ماري كأس الماء ماري الثوب ماري البخور ماري أين أنت ما وظيفتك أنا ويحمد ربه أني رضيت به لا ما هكذا تورد الإبل إذن يجب أن خدمة الزوج يجب عليك لهذا بعضنا سيقول نحن ترى الله عز وجل لو أشئنا أن نأخذ مالا على الخدمة لأخذنا ما أدري من أين أتينا بهذا الكلام لكن أنت واجب عليك خدمة الزوج أيضا الزوج يريد أحيانا مشكلة الرجال لماذا الآن ينصرفون لأصحابهم لأن الصاحب يسمع يعني تجد للصاحب يجلس مع الصاحب والله اليوم حدثت معي كذا ومصيبة وكذا وصار معي كذا الزوجة أول غضب أنت أمس فعلت كذا لهذا أحيانا الأزواج لا يعطوا أسرارهم لزوجاتهم عذرا هذا الكلام واقع في الآن لم أأتي من القمر لكن أحيانا الأزواج لا يعطوا أسرارهم لأزواج لماذا أول خطأ أول مصيبة تحدث بينهم أنت أمس فعلت كذا وكذا وقلت لي بلسانك أنا لا أنسه فتجد أنها تتصيد كمان يوجد عندنا مصيبة هذا أتحدى به كل النساء ربما الآن بعض النساء اللواتي يسمعني يقول لها الحمد للأحفظ أسرار زوجي ما عمري أخرجت سرا من أسرار زوجي الذي يعطيني إياها أنا سأسألك سؤالا الآن كم سر أعطيت لأمك أمك أيضا يجب أن تحفظ أسرار زوجك عن أمك لماذا الأم مستثنية من القاعدة أغلب حياة الأزواج تصل إلى أمهات زوجاتهم وهم لا يعلمون تجد المرأة تمسك الهاتف والله جاء اليوم أبو محمد وجلس ولبس الثوب وأكل الطعام الغذاء وضرب محمد وصارخ على الخادمة ثم نقل حي ومباشر لأم الزوج بعض النساء فالزوج لا يريد هذا يريد أن تحفظ الأسرار حتى عن أمك لأنك أنت الآن ملكة أنت الآن لك دولة عندها فهو يحب أن تكون أن يشعر بأنك أمين على هذا الشيء هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أعظم الأمان عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته يعطيها سرا وتفضي إليه ثم ينشر سرها فالزوج يحب منك أن تستأمني على سره أيضا الزوج لا يريد منك غيرة جنونية قاتلة نفاذة ما يريد الغيرة موجودة بك رغم أنفك النبي صلى الله عليه وسلم المخطبة أم سلمة قالت يا رسول الله إني امرأة ذات غيرة فصاحبة غيرة شديدة قال صلى الله عليه وسلم أما الغيرة فسأدعو الله أن ينزعها إذن الغيرة موجودة في النساء لكن لا تزداد لا تكوني صاحبة غيرة جنونية بمعنى سددي وقاربي لا تتصيد المكالمات واضح؟ لا تتصيد الهفوات إذا قرجت معه ربما والله بعض الأزواج ربما يجلس في السيارة يوجد حاجة يسرح بها الرجل يكون هو مسكين يفكر في الشركة فينظر هكذا أمامه إمرأة هو أصلا لم يرى المرأة فتجد زوجة قلبة الدنيا وما فيها لماذا تنطر إليها؟ أنا نظرة إعجاب هذه فهذه الغيرة إياك أن تضغى عليك حتى تصبحين لا تعلمين الحق من الباطل لهذا النبي صلى الله عليه وسلم المسؤل يا رسول الله لما لم تتزوج إمرأة من الأنصار؟ قال فيهن غيرة شديدة تصور النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج إمرأة واحدة من الأنصار بسبب الغيرة فكيف أنت تريدين أن تستمر بيتك وأنت صاحبة غيرة شديدة ومجنونة؟ الغيرة المحمودة في وضعها والغيرة المذمومة هي التي تتربصين لزوجك كل شيء إذا رن الهاتف مثلا على الهاتف أم سعد ماذا تريد هذا أم سعد؟ من أم سعد؟ من أين عرفت أم سعد؟ هو ربما تكون هذه المسكينة في الشركة وأرادت ورقة لماذا اتصلك؟ لو كانت تخجل لانتظرك لا تكوني صاحبة غيرة يعني تؤدي لدمار بيتك أيضا الرجل يريد الرجل يريد أن تكون له السلطة في المنزل يعني بعض النساء هذه الكلمة انتشرت انتشرت جدا بين النساء خلوه يولي يعني نريد أن أذهب للمول قلت لزوجك خلوه يولي ما يجوز والله أريد أن أشترك كذا استشيري زوجك خلوه يولي ما هذا زوج ليس طقم كنب واضح؟ فالزوج يريد أن تكون له السلطة بمعنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل امرأة أن تصوم وزوجها الشاهد إلا بإذنه أنت صيامك صيام تعلمين الصيام طاعة لرب العالمين ممنوع أن تصوم إلا بإذن الزوج بالله العظيم كيف الخروج للأسواق وكيف الخروج للمولات وكيف الخروج مع الصاحبة وكيف الخروج مع الصديقة أنت ما يجوز لك أن تصومي إلا بإذن الزوج فهذه خلوه يولي دعيها لن تنفعك واضح؟ لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عائشة تقول والله كان علي صيام رمضان ما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان حتى يأتي شعبان لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لها لأن زوجها موجود صلى الله عليه وسلم لما يقترب رمضان تقضي حتى يأتي شعبان لماذا؟ لأن زوجها شاهد أيضا لا تخرج من البيت إلا بإذنه ولو كان إلى الجارة التي ملاسقة لك الجدار بالجدار ويعني بعيد عنك ثلاثين ثانية مشيا يجب أن تستأذنيه الله عز وجل يقول وقرن في بيوتكن وقال صلى الله وعائشة كانت تقول أتأذن لي أن آتي أبوي يا رسول الله عائشة تستأذن نبي صلى الله عليه وسلم حتى في زيارة أبيها وأمها يعني لا تقول لهذه أمي وهذا أبي لا استأذني الزوج يحب هذا يحب أن يعلم أين تذهب وإن كان مناحك الثقة مليار بالمليار لكن يحب منك أن يشعر بمدى سلطته عليه أيضا غض الطرف كثيرا كثيرا الزوج ليس كالمرأة أنت تجلسين في البيت أنا أتكلم عن المرأة الآن التي في البيت ليست العاملة أو حتى العاملة تجلسين في البيت طعام غداء الزوج أولاد تدريس الأولاد إلى النهاية الزوج لا له بيئة خاصة بيئة عمل بيئة أصحاب بيئة أم بيئة أب بيئة أقارب نعم ربما إمرأة تقول مثلي يا شيخ لكن أنت تستأذنين في كل هؤلاء الزوج لا يستأذنك في كل هؤلاء بيئة عمل فإياك أنت تتبعي زلات الزوج وهافواته تعلم ما يوجد إمرأة تتبعت أخطاء الزوج واستمرت معه لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون فكلنا نخطئ كلنا نخطئ لكن المرأة الفطنة هي التي تغض الطرف أحيانا حتى تستمر الحياة لأن الزوج لا يريد منك أن تجلس له ضابط شرطة بمعنى رقيب سير بمعنى تتصيدين له أين ذهب وأين خرج وماذا قال إياك أن تكوني هذا أيضا إذا الزوج لا يحب المرأة التي تكثر الجدال المرأة التي تكثر الجدال هذا الزوج إما يكون لا يسمع وإما يكون مسكين اعتاد حتى مات قلبه وإما يكون مل الكلام المرأة لا تحب الرجل لا يحب المرأة التي تكثر الجدال بعض النساء خلقنا ليجادلوا يقول لها الزوج ضع الكأس هنا مثلا هذا لا يضر لماذا هنا أنا أرى هنا أفضل ضعيه هنا لا لا هنا أفضل فيقول الزوج خلاص هنا يرجع فتقول له لماذا كنت تريد هنا تموت في الجدال النبي صلى الله عليه وآله وسلم واسمع قال قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة قالوا بلى يا رسول الله قال النبي في الجنة والشهيد في الجنة والصديق في الجنة والمولود في الجنة والرجل يزور أخاه في ناحية المصر لله في الجنة ألا أخبركم بنسائكم في الجنة الودود الولود ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة التي إذا ظلمت قالت هذه يدي في يدك لا أذوق طعاما حتى ترضى الله المستعد تصور قال صلى الله عليه وسلم والمرأة التي إذا ظلمت إذا أيه يعني بمعنى آخر زوجة ظلمها ووضع الطعام فذهب الزوج لا يأكل تقول تمسك تقول هذه يدي بيدك والله لا أأكل طعاما حتى ترضى وقال صلى الله عليه وسلم ظلمت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه امرأة في الجنة ألا أبشركم بنسائكم في الجنة لهذا لا تقولي لا تعزفي على الوتر أنا مظلومة يا شيخ أنا مظلومة وأنا مظلومة لا أحيانا ظلمك بما جنت يديك عذرا على هذا الكلام وتأرى أن يكون فعلا هو ظالم الزوج ظالم أنا لا أنكر هذا لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بنسائكم في الجنة والمرأة التي إذا ظلمت قالت هذه يدي في يدك والله لا أذوق طعاما حتى ترضى أيضا الزوج يحب المرأة التي تشاركه في الأفراح والأحزان يعني بعض النساء ما أدري كيف أقول هذه تجد الزوج وقع في مصيبة تقول ها من دعواتي قمت الليل هو الله عز وجل يبتلي أحد من فراغ مما رأينا بك ما تواسيه وبعض النساء مثلا إذا الزوج وقع مثلا ولي منصب لماذا فرحان ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع تفسد عليه الفرحة فالزوج يحب أن تشاركه المرأة بكل شيء سواء في أحزانه أم في فاصل فاصل ونعود إليكم إن الحمد لله حياكم زين لعلي أنا أكمل نقطة الزوج يحب المرأة التي تشكر يعني قنوعة لو دخل عليك بكوب ماء قولي له شكرا لك بارك الله فيك لا تقولي هذا الذي قدرك الله عز وجل عليه يعني هذا يعني بعض الأزواج يأتي لها والله العظيم هذه يعني وقعت تكلمها علانية أتى لها بسيارة قالت ما في رنج يا أبي قولي الحمد لله قولي الحمد لله فكوني قنوعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رأيت أكثر من في النار النساء لماذا؟ قال يكفرن العشير صلى الله عليه وسلم لو أحسنت إليهن الدهرة ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط والله العظيم ما يوجد رجل إلا ما رحم ربك إلا وسمع هذه الكلمة أصلا أنا من يوم ما تزوجتك وحياتي سوداء هذا يسمعه كل الرجال أنا من يوم ما أعطيني يوم واحد يوم واحد فرحت به معك وهي يعني أول يوم ينغص عليها فيه فهذا وارد لهذا كوني قنوعة أشكر الزوج وأيضا الزوج أكثر كلمة يكرهها الزوج طلقني هذه أصبحت نغمة لهواتف جوال بعض النساء طلقني أي حاجة طلقني الرجل صرخ أو رفع صوته طلقني تكلم معه طلقني ما أدري النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة أنت لا تكن هذه ديدنك طلقني طلقني لا يصلح من امرأة صالحة أن تبقى طلقني طلقني في كل مشكلة واضح وأيضا يوجد عندنا يعني مسألة أن تأتي المرأة تقول افرض هيبتك افرض هيبتك حتى على أمك افرض هيبتك هذه أم الزوج لا يحب منك أن تتدخل في أمك يحب دائما أن تمدحي أمك يا شيخ وإذا ظلمت وإذا ظلمت أمك بعض النساء أمام أمهاتهن ولا كلمة تسمع لهم ولو شتمتها وسبتها لكن سبحان الله أمام أم الزوج يقوى عودها ولسانها لماذا هذه أمك وهذه أمك طالما أنك دخلت في حمى الزوج فكل من يكن للزوج له أصل فهو لك أصل فأنت دخلت في نسبه وهو لم يدخل في نسبك يعني هذا الكلام كثير لكن أعطني إيمان إيمان تفضلي ترجمة نانسي قنقر